بدأ القادة الوزعماء العرب في الوصول إلى البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثلاثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة المقرر انطلاق فعليتها غدا هذا ومن المقرر أن تبحث القمة الحلول السلمية الشاملة والمستدامة لإنهاء الحروب والتسوية النزاعات كافة وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير احتياجاته الإنسانية ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ورفض التصعيد العسكري في المنطقة في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم ومنع نشوب الصراعات أو توسعتها ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض ترجمة نانسي قنقر